من حقي أن يفهم حقي هكذا تغنى الأطفال في يوم حقهم العالمي منسبة استغلها المرصد الوطني لحقوق الطفل بالجزائر والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث لتنظيم الملتقى الثاني عشر لحقوق الطفل تحت عنوان مشروع حياة الطفل بين الأسرة والمدرسة الشعار المحدد هذه السنة هو الأطفال يصنعون المستقبل وفي هذا الإطار ارتأينا مع المجلس العلمي للمرصد الوطني لحقوق الأطفال ارتأينا إلا أن نخصص إشكالية معينة إشكالية خاصة لهذا الإشراك الذي يجب أن يكون عليه الطفل من حيث أنه للطفل لديه مشروع حياة ولديه أيضا مشروع مدرسة اليوم الدراسي المخصص للطفولة يأتي هذه السنة في ظروف مريحة نظرا لتواري ظاهرة اختطاف الأطفال التي قطفت ظهورا قبل تفتحها وتراجع الجريمة اليوم مرده الإجراءات الحاسمة التي أبرقت بها الحكومة للحد من العنف ضد الطفل نحن اليوم في هذا اللقاء احتفال يعني نحن على مشارف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الجزائر حققت العديد لصالح أطفالها وأكيد أنهم مستقبلنا مستقبل الوطن ومازال أشعال كبيرة لأننا عملوا لتحقيقها إن شاء الله في الميدان للأطفال الأعزاء ولوضع أول لبنة في مشروع حياته كان لابد له من أن يسمع صوته ليشرح محاوره ما نريده من خلال ذلك هو كيف نخلي الطفل الناشئ أن يعبر عن أفكاره وعن توجهاته وعن مشاغله وعن اختياراته حتى يساهم في وضع خطة الطريق وهنا التفق الجميع على أن تربية النشئ وحماية حقوقه مسؤولية مشتركة يساهم فيها الجميع كل حسب منصبه وكل حسب مكانه في المجتمع اشتركوا في القناة